السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم طلابي وطالباتي الصف الخامس الابتدائي معكم معلمتكم إشراق المرشد أستاذ لغة الإشارة عبد السلام المغينين مادة الدراسات الاجتماعية الفصل الدراسي الثالث الوحدة الثامنة بعنوان الأمن الوطني تعرفنا في دروسنا السابقة عن الأمن الوطني وعن الأجهزة الأمنية الجزء الأول اليوم بإذن الله تعالى نتعرف على درس جديد على الأجهزة الأمنية الجزء الثاني بسم الله نبدأ الوحدة الثامنة الأمن الوطني الدرس الخامس عشر الأمن الدرس السادس عشر أجهزة الأمن سوف أتعلم في هذه الوحدة مفهوم الأمن الأجهزة الأمنية واجباتي ومسؤوليتي تجاه أمن الوطن مراجعة الدرس السابق نراجع ما سبق دراسته هنا لدي سؤال أعرف أو عرفي مفهوم الأمن ما هو مفهوم الأمن؟ نعم هو الشعور بماذا؟ الشعور نعم الشعور بالأمن والطمأنينة أين؟ في داخل الوطن أحسنتم إذن هو الطمأنينة والاستقرار الذي نشعر به في وطننا المملكة العربية السعودية والذي يوفر البيئة الملائمة للتنمية والرخاء أحسنتم أيضا لدي سؤال عدد أو عددي نتائج الأمن عندما يكون وطني آمنا ومستقرا هناك ماذا؟ نتائج ما هي؟ نعم أحسنتم نتائج الأمن الاستقرار والرخاء والنعمة الاستقرار والرخاء والنعمة سؤال حقق الله تعالى دعوة نبيه إبراهيم عليه السلام بأن جعل بلادنا التي تضم الحرمين الشريفين بلدا آمنا ومستقرا استشهد بآية قرآنية تدل على ذلك نعم أحسنتم قال الله تعالى وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير سورة البقرة آية 126 أحسنتم بارك الله فيكم سؤال عدد أو عددي نماذج من أعمال رجال الأمن تعرفنا في درسنا السابق أن الرجال الأمن يقومون بأعمال كثيرة للحماية على ماذا أمن وطن مثل ماذا نعم أحسنتم الدفاع بث الطمأنينة أيضا مواجهة الإرهاب أحسنتم مكافحة المخدرات إذن يقومون بعدد من الأعمال نذكرها سويا تحقيق الأمن وضبطه أيضا تنظيم الأمور في المجتمع أحسنتم تحقيق الحماية للمواطنين والمقيمين والزائرين بث الطمأنينة في نفوس الناس مواجهة الإرهاب التبحية لأجل الوطن من هو المواطن الصالح؟ أنت أيتها الطالبة وأيها الطالب من هو المواطن الصالح؟ نعم أحسنتم المواطن الصالح وماذا هو رجل الأمن الأول وهو المسؤول الأول على ماذا؟ على حماية الوطن إذن من هو المواطن الصالح؟ هو خط الدفاع الأول لوطنه وهو يصبح المسؤول الأول عن الأمن بشعوره بماذا؟ نعم أحسنتم بشعوره بالمسؤولية وصلاح فكره وانتمائه لقيادة وطنه ومن صفاته ماذا؟ تعرفنا على صفات المواطن الصالح نعم أحسنتم يفضل ماذا يقدم مصلحة من؟ نعم يقدم مصلحة الوطن على مصلحة نفسه ويساعد رجال الأمن في حماية هذا الوطن أسأل الله عز وجل أن نكون جميعا نتصف بهذه الصفات المواطن الصالح كيف نحافظ على نعمة الأمن؟ تعرفنا على ثلاث صفات نحافظ بها على نعمة أمن وطن ما هي؟ نعم أحسنتم الإلتزام والمساندة والمسؤولية بارك الله فيكم بالالتزام والمساندة والمسؤولية نحافظ على نعمة الأمن في وطن ماذا يقصد بالالتزام؟ نعم الالتزام بالقوانين للنظام وتجنب مخالفته ماذا يقصد بالمساندة؟ نعم أحسنتم المساندة لجهود أجهزة الأمن وتطبيق تعليماتهم أيضا ماذا يقصد بالمسؤولية؟ نعم أحسنتم يقصد بالمسؤولية في الإبلاغ عن المجرمين والمساعدة على حفظ الأمن أعددي أو أعدد أبرز الأجهزة الحكومية تعرفنا على عدد كبير من الأجهزة الحكومية التي تقوم على أمن وطني وزارة الدفاع نعم أحسنتم أيضا وزارة الحرس الوطني رئاسة أمن الدولة النيابة العامة الهيئة الوطنية للأمن السبراني أحسنتم وزارة الداخلية أيضا عدد أو عدد الأجهزة الحكومية التابعة لوزارة الداخلية هناك عدد من الأجهزة الحكومية تابعة لوزارة الداخلية مثل ماذا؟ نعم أحسنتم مديرية الأمن العام المديرية العامة لمكافحة المخدرات المديرية العامة للدفاع المدني القوات الخاصة لأمن الطرق المديرية العامة لحرس الحدود بارك الله فيكم إجابات رائعة أصل الأجهزة الحكومية المخصصة بتحقيق الأمن بما يناسبها من مهام وزارة الدفاع وزارة الحرس الوطني رئاسة أمن الدولة النيابة العامة القوات الخاصة لأمن الطرق المهام تعزيز العدالة وحماية المجتمع وحماية الحقوق والحريات وفقا للنصوص الشرعية تتولى المحافظة على سلامة الناس في الطرق بين المناطق والمدن ومساعدة المسافرين مواجهة المجرمين والإرهابيين والمحرضين وتوفير الحماية للدولة والمواطنين الدفاع عن الوطن برا وبحرا وجوا وتحقيق الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب المحافظة على الأمن الداخلي ومكتسبات الدولة والإسهام في الدفاع عن الوطن نبدأ أولا بوزارة الدفاع ما هي مهامها؟ نعم أحسنتم مهام وزارة الدفاع الدفاع عن الوطن برا وبحرا وجوا وتحقيق الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب وزارة الحرس الوطني بارك الله فيكم مهمتها المحافظة على الأمن الداخلي ومكتسبات الدولة والإسهام في الدفاع عن الوطن رئاسة أمن الدولة ما هي مهمتها؟ نعم أحسنتم مواجهة المجرمين والإرهابيين والمحرضين وتوفير الحماية للدولة والمواطنين النيابة العامة نعم من مهامها تعزيز العدالة وحماية المجتمع وحماية الحقوق والحريات وفقا للنصوص الشرعية أخيرا القوات الخاصة لأمن الطرق ما هي مهمتها؟ نعم أحسنتم بارك الله فيكم تتولى المحافظة على سلامة الناس في الطرق بين المناطق والمدن ومساعدة المسافرين بارك الله فيكم نأتي هنا الآن إلى التهيئة لدرسنا الجديد طلابي وطالبات المبدعين لدي هنا سؤال هل رجال الأمن يضحون بأرواحهم في سبيل حماية الوطن؟ نلاحظ في الصور ها؟ هل يضحون بأرواحهم في المحافظة على أمن وطني؟ بارك الله فيكم نعم رجال الوطن يضحون بأرواحهم للدفاع عن أمن الوطن إذن تعرفنا بدرسنا السابق عن الأجهزة أجهزة الأمن في هذا الدرس سنتعرف على ماذا سنتعرف على شهداء الوطن الذين يضحون بأرواحهم عن الدفاع عن وطن إذن درسنا اليوم أجهزة الأمن الجزء الثاني صبح 93 نفتح الكتاب سويا لدي هنا أهداف أهداف درسنا اليوم بإذن الله تتحقق في نهاية الدرس يتوقع من الطالب أو الطالبة أن يذكر دور رجال الأمن بالطبحية في سبيل أمن الوطن يعدد واجبنا تجاه شهداء الواجب والوطن يعدد الخدمات التي تقدمها الدولة لذوي شهداء الواجب شهداء الواجب والوطن نلاحظ في هذه الصورة عدد كبير من شهداء الواجب والوطن هنا صورهم قدمت الجهات الأمنية كثيرا من تضحيات الواجب الوطني وكثيرا من رجالها الذين استشهدوا وهم يؤدون واجب الشرف للدفاع عن الوطن داخله وعلى حدوده رحمهم الله إذن الجهات الأمنية قدمت كثير من تضحيات الواجب الوطني كثيرا من رجالها ماذا استشهدوا في سبيل حماية وطننا الغالي وهم يؤدون واجب هذا الشرف العظيم واجب الشرف للدفاع عن أمن وطني سواء داخل الوطن أو خارجه نسأل الله عز وجل أن يرحمهم جميعا واجبنا تجاه شهداء الواجب والوطن واجب كل مواطن ومواطنة ماذا؟ واجبات ماذا؟ نقدمها تجاه شهداء الواجب والوطن مثل ماذا؟ أولا ندعو لهم بالمغفرة إذن الواجب علينا ماذا؟ الدعاء لهم أن ندعو لهم بالمغفرة وأن ندعو لهم ماذا؟ بفسيح جناته بإذن الله تعالى أيضا ما واجبنا تجاههم نفتخر بهم فهم فخروا وطننا إذن يجب على كل مواطن ومواطنة أن نفتخر بشهداء الواجب لأنهم حقا هم من يستحقون ماذا؟ الافتخار بوطننا لماذا؟ لأنهم ساهموا بأرواحهم الغالية للمحاطة على أمن وطن إذن يجب علينا جميعا أن نفتخر بهم أيضا نساعد أسرهم أسر الشهداء يجب أن نقدم لهم جميع ماذا؟ جميع الخدمات والمساعدات ونسهل لهم جميع ماذا؟ جميع الخدمات لكي لأنهم يستحقون ذلك أيضا نتذكر تضحياتهم ولا ننساهم هل ننسى ما قاموا به؟ لا دائما نتذكر ما قاموا به من عمل عظيم في المحاطة على أمن الوطن ولا ننسى ماذا؟ تضحياتهم في أمن وطني إذن نتذكر تضحياتهم ولا ننساهم إذن لدي عدة نقاط واجبنا تجاه شهداء الواجب والوطن ندعو لهم بالمغفرة نفتخر بهم نساعد أسرهم نتذكر تضحياتهم ولا ننساهم تقويم مرحلي سؤال أعدد أو أعددي واجبنا تجاه شهداء الواجب والوطن نعم أحسنتم بارك الله فيكم ندعو لهم أيضا نفتخر بهم أيضا نساعد أسرهم نتذكر تضحياتهم ولا ننساهم بارك الله فيكم هنا لدي نشاط رقم 2 صفحة 95 نفتح الكتاب سويا يتأمل الطلبة الصورة ويسجلون عبارتين إرشاديتين للمواطنين والمقيمين لدي هنا صورة نتأملها جميعا إذن ماذا تصف هذه الصورة من يصف لي هذه الصورة نعم أحسنتم نلاحظ في هذه الصورة دور رجال الأمن بماذا بإطفاء الحريق هذه الجهة تابعة لمن نعم أحسنتم تابعة للدفاع المدني إذن نسجل العبارات المناسبة لهذه الصورة نعم أحسنتم التجمهر يعيق إسعاف المصابين إذن يجب علينا جميعا عندما يحدث حريق لا قدر الله في أي مكان يجب علينا جميعا أن لا نتجمهر ونتجمع ونسبب عائق لرجال الدفاع المدني لمساعدة ماذا يجب علينا عدم التجمهر لأن التجمهر يعيق إسعاف المصابين أيضا ما الواجب علينا الإبتعاد عن أماكن الحرائق عندما لا قدر الله حدث حريق في أي مكان علينا الإبتعاد عن هذا المكان أيضا أحسنتم التعاون مع رجال الدفاع المدني أحسنتم بارك الله فيكم إجابات رائعة أيضا هنا لدينا شاط رقم ثلاثة صفحة ستة وتسعون الدفاع عن الوطن واجب والاستشهاد شرف يكتب الطلبة رسالة لحماة أرض الوطن تتضمن شكرهم وتقديرهم والدعاء لهم أريد الإجابة على هذا النشاط على كل طالب كتابة رسالة ماذا نكتب رسالة لحماة أرض الوطن تتضمن هذه الرسالة شكرهم والدعاء لهم والفخر وتقدير ما قاموا به نفكر نعم أحسنتم نشكر رجال الأمن وحماة الوطن أنتم العين الساهرة نسأل الله لكم النصر والقوة على أعداء الوطن وكل طالب لديه ماذا؟ طريقة بالتعبير عن مشاعره أحسنتم بارك الله فيكم نشاط أربع صفحة ستة وتسعون خصصت حكومة وطني المملكة العربية السعودية لأسر شهداء الواجب والوطن إدارة تعنى بشؤونهم بوزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني ورئاسة أمن الدولة فما الخدمات التي تقدمها الدولة لهم؟ إذن ذوي شهداء الواجب ذويهم من أسرهم ماذا؟ تقدم لهم خدمات من الدولة مثل ماذا؟ نعم أحسنتم إعطاؤهم الأولوية في الخدمات لهم الأولوية بالخدمات أيضا ماذا قدمت لهم الدولة؟ مساعدتهم على التعليم سهلت لهم ماذا؟ جميع السبل للتعليم أيضا علاج أسر الشهداء على نفقة الدولة نعم أيضا تقديم الإعانات الشهرية لهم إذن هذه ماذا؟ الخدمات التي قدمتها الدولة لأسر الشهداء توفير فرص العمل لأبناء الشهداء لدي هنا تطبيق سؤال عدد أو عددي ما واجبنا تجاه شهداء الواجب والوطن؟ نعدد واجبنا جميعا تجاه شهداء الواجب والوطن؟ نعم أحسنتم بارك الله فيكم ندعو لهم نفتخر بهم نساعد أسرهم نتذكر تضحياتهم ولا ننساهم بارك الله فيكم أحسنتم ماذا تعلمت وماذا استفدت من درسي اليوم؟ قدمت الجهات الأمنية كثيرا من تضحيات الواجب الوطني وكثيرا من رجالها الذين استشهدوا وهم يؤدون واجب الشرف للدفاع عن الوطن داخله وعلى حدوده رحمهم الله واجبنا تجاه شهداء الواجب والوطن؟ ندعو لهم بالمغفرة نفتخر بهم نساعد أسرهم نتذكر تضحياتهم ولا ننساهم إذن مرة أخرى ماذا تعلمت من درسي اليوم؟ قدمت الجهات الأمنية كثيرا من تضحيات الواجب الوطني وكثيرا من رجالها الذين استشهدوا وهم يؤدون واجب الشرف للدفاع عن الوطن داخله وعلى حدوده رحمهم الله واجبنا تجاه شهداء الواجب والوطن ندعو لهم بالمغفرة نفتخر بهم نساعد أسرهم نتذكر تضحياتهم ولا ننساهم الخاتمة إذن تعرفنا في درسنا اليوم على أجهزة الأمن الجزء الثاني أشكر لكم حسن الاستماع وإلى رقاء جديد بإذن الله تعالى